متابعيني جميعاً على قناة إنفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة لو كنت باحث أو صحفي أو طالب أو حتى بتدور على أي مصدر علمي موصوق عشان يساعدك في كتابة ورقة بحثية مقالة عايز تقدم استشارة في حاجة معينة فموقع النهاردة حيكون مفيد جداً لك موقع النهاردة أو أداة النهاردة المدعومة بالذكاء الاصطناعي اللي احنا حنتكلم عنها اسمها الأداة دي بتقدم لك تقارير مجازة على أكتر من 200 مليون ورقة بحثية من قاعدة بيانات سيمانتك سكولر بتوفر لك نتائج مدعومة بالمصادر العلمية هذه الأداة بتسرع من عملية البحث بتعمل لك ملخصات سريعة وبتنظم لك البحث بتاعك بشكل احترافي فإذن هذه الأداة اللي بتساعدك في العصور على المعلومات العلمية وبركز هنا أكتر إن هي مفيدة جداً لأشخاص اللي بتدور على معلومات علمية هتوفر عليك وقت كبير جداً في البحث والتدقيق من خلال الأداة دي هتقدم لك ملخصات سريعة وفعالة وكمان معلومات واضحة عن كل دراسات هتقدم يخش على consensus AI الموجود قدامنا دلوقتي تبتدي تعمل sign up فيه طبعاً ممكن تطرح الأسئلة بطرق مختلفة عشان تحصل على إجابات بنعم أو لا أو علاقة ما بين متغيرين أو أسئلة مفتوحة تسأله عن حاجة معينة إزاي يؤثر كذا على كذا حيبتدي إن هو يديك إجابة حيستند فيها إلى عشر أوراق بحسية مع مراجع طبعاً واستنتجات فيه كمان ميزة مساعد موجودة فيه هنتعرف عليه دلوقتي اسمه co-pilot وهو بيقدم لك زي كده شات جي بي تي بيقدم لك ملخصات مفصلة بتستخدم طريقة الدردشة معاك بتتكلم معاك وبيبتدي إن هو يرد عليك طبعاً فيه وظائف كتيرة جداً جواه عشان تحسن بحسك زي موضوع الفلتريشن اللي هو التصفية والتصدير لملف CSV عشان تعرضها في إكسل وحاجات كتير ممكن ينظم البحث بتاعك وينشئ مخططات واكتبع المياه فيه خطط مزفوعة فيه وفيه خطة مجانية وإحنا حنشوفه النهاردة من خلال الخطة المجانية يلا بينا نتعرف على Consensus AI بعد ما عملنا login داخل Consensus AI أعطاني كده وجهة شبه وجهة شات جي بي تي زي ما إنتوا شايفين عملية البحث فيها سهلة جداً بالنسبة للبرو اللي هو نفسه الكوبايلوت هو نفسه الاتنين واحد بس هنا بسمينه برو إنت ليك عشرة في الشهر تقدر إنك إنت تستخدمهم وتقدر تعمل برو أناليسيز عملية الأناليسيز هنا بيديك ساماري عملية البحث بتكون بشكل محدد عملية التحليل بتكون بشكل محدد بيركز وبيفوكس على حاجات معينة بيدهالك كأنه هو بيدهالك في شات بالظبط زي ما قلتلك إنت ليك حوالي عشرة في الشهر وبتبتدي إن إنت تستخدمهم وتحسن استخدامهم لإن إنت لو في الخطة المجانية فإنت بعد العشرة ما بتقدرش إن إنت تأكسس على البرو فيتشر إلا لما بييجي الشهر الجديد وهكذا هنبتدي دلوقتي إن إحنا نجرب Consensus AI في عملية البحث لو نزلت زهت هنا حتلاقي أعطيك أمثلة في حاجات كثيرة جدا حاجات لها علاقة بالParenting والChild Development والحاجات المتعلقة بالPation Care والMedical والHealth Care والBusiness والNeutrition والاقتصاد والEnvironmental Science والHistory والSychology والفارما الناس اللي كانت بتسألني عن محرك بحث أو حاجة مشابهة لشات جي بيتي متخصصة أكتر في مجال الMental Health والHealth Care والفارما والحاجات دي هيفيدك بشكل كبير جدا فأنا برضو حبيت إن أنا تناولوا لهذا السبب الحاجة لها علاقة بالEconomics Does rent control increase housing prices هنا أعطاني أنا فعلت الPro Analysis أعطاني زي ما إحنا شايفين Introduction كأنه بالضبط بيكتب لي Assignment Introduction وConclusion وده الBuddy الخاص بالAssignment بتاعي هنا ده نوع من أنواع السمري أو نوع من أنواع التلخيص مش أكتر وهنا أعطيني Related Search وهنا بقى الحاجات المهمة من وجهة نظري قوي اللي هي الجزء المتعلق بالEffect of rental control لو دست عليه بالمنظر ده حيبتدي إنه هو يديني الPaper بتاعتي اللي بتتكلم عن الجزئية دي Abstract تقدر أن أنت تتدور فيها طبعا الجزء المتعلق بالSnap Shot للأسف موجود في المدفوع هنا الجزء المتعلق بالCitations هنا تقدر أن أنت تصايت الجزء ده وتصايت الجزء ده يعني أنت إلا قلت cite حيبتدي ديك الصيتيشن بتاع الجزء ده تقدر تعمل Share تقدر تعمل Save ممكن تروح لحاجة تانية وهو بيدور في عشر أوراق بحسية زي ما قلتلك في الأول في البداية فأنت حتلاقي العشر أوراق بحسية اللي ليهم دعوة بالموضوع اللي هو أعطيك عنه سامري زي ما إحنا شايفين تقدر أن أنت تعمل Download بكذا فرمات بفرمات .ris أو .csv ده الكومن أو الشهير بنسبالي مثلاً إن أنا أبتدي إن أنا أعمل Export على Excel sheet وابتدي إن أنا أحط كل المعلومات دي في Excel sheet وأبتدي أستخدمه فيه طبعاً عملية الفلتر أو عملية التصفية اللي كلمتك عنها في البداية إن أنت تصفي البابرز بتاعتك حسب السنة سواء أول أو على حسب السنة هنا أيضاً عملية البحس دي ممكن أنت تفتحها Open Access هنا Citation عايز كام Citation هنا المثود Meta Analysis ولا Case Report ولا RCT على حسب أيضاً الطريقة بتاعة الStudy Type وهنا الجزء المتعلق ب Human Studies والسامبل العينة اللي أنت عايز تستخدمها والDuration المدة less than at the 8 والJournals وكل ما هو متعلق بالفلتريشن الخاص بالبحث زي كده ما بروح على جوجل سكولر ونستخدمه طبعاً الحاجات دي أكتر هتفيد بشكل كبير جداً زي ما قلت لك الناس اللي شغالة في Academic Research وحتفيدك بشكل عامل وإنت بتدور على حاجة معينة وعايز أيضاً تروح لمصادر موثوقة تأكد الحاجة اللي أنت بتدور عليها من أي حد ممكن يستفيد من الموضوع ده خصوصاً في الحاجات المتخصصة منها لو حد جاوبك مثلاً بحاجة وإنت عايز تأكد زي كده صحة أو غلط فإنت ممكن تروح وتتأكد عندك الهيستري بتاعك بيكون موجود هنا وعندك الليست ممكن أن أنت تعمل ليست على فكرة فيو قول ليست مفيش ليست ممكن أن أنت تروح تعمل ليست أنا ممكن أروح في الهيستري للثلاث نقات دول وابتدي أقول Save to list وابتدي أعمل Create a new list واسمي الليست بتاعتي حسب طبعاً الحاجة اللي أنا بدور عليها هنا مثلاً say حاجة لها علاقة بالإيكونومي فهنا هعمل ليست لها علاقة بالإيكونومي Create a new list وابتدي أحط فيها الحاجة دي وهنا لو رحت للليست هتلاقي في ليست اسمها economy هيكون موجود فيها search بتاعي في بقى حاجة أخيرة ودي حاجة من وجهة نظري مهمة جداً الجزء المتعلق بجي بي تي لو أنت رحت لشات جي بي تي إن أنت تدوس على جي بي تي من هنا هيوديك على شات جي بي تي ومن شات جي بي تي هتبص تلاقي عندك جي بي تي custom جي بي تي خاص بالconsensus تقدر أن أنت تروح لشات جي بي تي لو ليك account على شات جي بي تي وتقدر أن أنت تستخدم هذا الجي بي تي وتبتدي تسأله بشكل direct على طول فأنت عندك حكتيني إما تروح لشات جي بي تي وتروح لجي بي تي وتروح للconsensus أو تروح للموقع وتشتغل من خلال الموقع ده بالنسبة لي موقع النهاردة Consensus AI أتمنى تكونوا استفدتوا منه يا رب يكون عجبكم الشرح طبعاً الموضوع في حاجات كتيرة جداً موجودة بشكل مفصل لو أنت قعدت ودورت وجربت وطبعاً لازم تدور وتجرب وتشوف وتبحث أنا بديك الفكرة وإنت بتروح تطبق بشكل عملي أكتر زي ما قلتك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعين إلى أعزبان متنساش اللايك وشيروا كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته